دوروان مفيدة لبناء عظام الأطفال ويجب أن نخفف غسيل الأطباق وتكون مستديرة الشكل وبدون حواف حادة تؤذي الفم إذن بيتزا خسارة ظلت أنني اخترعت طعاما جديدا كنت سأسميه الشطيرة المستديرة بالمقادير الخطيرة جدا أعتقد أن أفضل اختراعاتي ستبقى أصابع البطاطا المقلية بالزيت حسنا سنطلب البيتزا أنت متوترة تلمس شيئا أتركي بابا يطلب حسنا فهمتني؟ نعم تريد بيتزا بالحجم العائلي خمس مارغريتا خمس ملخضار خمس مدجاج خمس أعشاب وخمس لحم ستحضر كل واحدة في فرن مستقل ولكن بنفس درجة الحرارة عند الوصول ولعبة عذرا لكن ليس لدينا ألعاب ولعبة سأمر على متجار الألعاب وستصل البيتزا خلال 45 دقيقة لن أنتظر 45 دقيقة أسرع لا بأس إن ألغيت استراحتي أصل في نصف ساعة وإن تجوزت الإشارة الحمراء أصل في ربع ساعة هذا جميل جدا السعر تسعة دولارات هل ترغب بإضافة بكشيش؟ في الواقع لا أعلم هل طعمها لذيذ؟ لا سيدي أعني هل تريد دفع بكشيش؟ مقابل الخدمة أقصد كتعويدا عن الطلب الطويل الذي تريده؟ لدي خيار؟ أكيد سيدي ممتاز إذن لا تعلمون لقد طلبت بيتزا ووفرت بعض المال لقد بدأ اليوم بالتحسن سوف ننتظر للآبد اسبروا قليلا لم يمضي سوى 16 دقيقة دعونا نلتهي بكشيش مساء الخير خبرنا الأبرز اليوم هو التصاعد المفاجئ في الاعتداءات العشوائية في الموزة إليكم المخططة البيانية أطفئ التلفاز كلامه يشعرني بالجوء لما لا نتحدث عن يومنا وما الذي جعلنا مستائن بالأصل؟ سأبدأ وأنا تعطلت سيارتي في طريقي إلى العمل اليوم في الواقع الضرر بسيط جدا كلفة التصليح لن تتجاوز المئة دولار مئة دولار؟ هل تمزح معي؟ ومع الضوء مئتا دولار ماذا؟ خمسمائة؟ نعم سبعمائة وخمسون قبل أن أفعل ما سأفعل أريدك أن تعرف أن الذنب ليس ذنبك أنت تقوم بعملك ولكن يجب أن أفرغ غضبي بشخص ما أنت أيها الدودة أنت محتال يستنزف جيوب الناس التجار يحبونك لأنك تسحب المال من جيوب العائلات أنت سبب ذوبان جيبال الجليد وتشارد الدمب القطب آه بردت أعصابي تفضل آه ترغبين بإضافة بكشيش؟ أكيد 12% أيها الدودة الوضيعة؟ الحشرة المهم أشعر بتحسن أوه عذرا لقد بلغت في سبي آه أين البيتزا؟ أنا جائع بدأت قاضم نفسي أه خمسة آه عن خمسة فهمنا ريتشارد كيف كان يومك؟ لا أريد الحديث عنه ريتشارد نعرف تريد الكلام حسنًا مادمتم تصرّون هيا أصر علي أخبرنا بالقص أرجوك أوه حسنا لقد كنت في مطعم الهامبرجر خمسة دابل شيزبرجر وثلاثة كوكيز مع الكريمة سيدي انت بهلي صحتك التهمت 12 ألف سعر حرارية قبل ساعة تحتاج للقفز في النار لتحرق هذه الكمية ضميري لا يسمح لي بتقديمي وجبة أخرى لك قبل أن تتمرن ولكنني تمرن سيدي أنت خرجت وحضقت لمدة ساعة في ساعتك ثم دخلت من جديد سيدي توقف عليك المغادرة تناولت ما يكفي شوف أخبلك عندما أدفل سيدي عليك الدفع مقابل لذلك عضبا ولكن سياسة الشركة تفرض علي أن أسألك هل ستدفع بقشيشة؟ لا بأس الزبون دائما على حق فمع أنك كنت مخطئا تماما ولكنك على حق أين البيتزا؟ ماذا؟ أنا شائع جدا وبدأت أهلويس أنا لا أستطيع حتى أن أركز بهلوساتي أهلويس أهلويس